السلام عليكم شونك أخوي إن شاء الله بخير الله يحبك جيد هيا سيدي عمد أعرف الله يحبك إن شاء الله ويخليك أخوي أنت مخالف أه مخادم شنو مخالفتك تطبق لعدل لأنت منص الشارع صارح أخوان الغاية العلمية من المحاسبة هو تصحيح مسار وتقليل الزخم المروري شنو مخالفتك داري تطبق ملابس حزام عسد متر دتري التطبق لو ملابس حزام ملابس حزام هذه واحدة واتراني داري تطبق صحيح تمام سيدي شنو الإجراء أو المخالفة للأخ هذه ميزة تجربة مركبة لحالة الإنسانية وتوفرها عندنا المرورة حقيقة حقيقة حتى ساقي المركبات الكيية أو كوستردنس يتوقفون بسرعة ويروحون مع العلم المصور ممنوع بالعربية مكتوب نظرها كثيرا ممنوع الوقوف والتوقف هذه المعنى أنه أنت لا يسمح نهائيا تتوقف لماذا؟ لأنه هذا الطريق نرى الزخم وإخواننا المصورين ممكن يصورونا الحالة أن هذا المسار دائما مجرد ما تتوقف مركبة سيكون زخم هل ترتدي لحزام الأمان؟ نرى الزخم ان شاء الله أنه هذه التوعية لنريد من غرهم نريد منكم الإرتزام نصيحتك إلى نفسك أولاً وإلى ساقي المركبات ثانياً إن شاء الله كلا ترتزم بها الوامك لا ان شاء الله كلا ترتزم انت مخالف إن شاء الله كلا ترتزم الأحزام وليس مهم وليس مشكلتنا الزخم انت مثلا هالسجاد صحيح وياك عبرية على قولتنا بالعامية مستعجلين يريدون يتوكلون على الله ويوصلون اكو غيرك هماتي الناس مستعجلة وانت داسبب غنق المسار لا طبقتك عادل بنص الشارع مأذي غيرك فاحنا نتمنى منك الانتزام توقل على الله